نحن وصلنا بيت الأوثان وعلى عليه حراس يحرسون الصنم هؤلاء حراس يحرسون الصنم لا تخاف لا تخاف لا تخاف هذه القرية بعد أن أسلمت ذهب سيد الصنم جاء أصنام القرية جاء بالعوثان والأصنام جاء بها سادلها هذا الرجل هو المسؤول عن الأصنام كل القرية أسلمت إلا هو كل القرية أسلمت إلا هو ولكن سيسلم إن شاء الله نحن في محاولة معه أن نقنعه أن هذه شياطين المقطع اللي شفتها الحين لحارس من حراس الأصنام في قرية من قرى أفريقيا كانت الشياطين تتخبط به في كل مكان بعد ما أسلمت القرية كاملة قررت القرية التخلص من الأصنام تماما فجنجنون هذا الشخص وبدأ يدعي أصنامه هذه ويقول لقومه ليش تبعدوه عن الأصنام؟ بس هل هذا التصرف فعلا طبيعي؟ هل مشركين زمان كانوا يقاتلون عشان حجارة؟ يموتون عشان حجارة برضو؟ أسمع معي الشيкую الله سبحانه وتعالى إِيَ دُعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثَهَا وَإِيَ يَ دُعُونَ إِلَّا شِيطَاناً مَارِيدًا يقول أبي بن الكعب رضي الله عن في تفسير هذه الآية وأبي بن الكعب كان من علماء الصحابة يقول مع كُلِ صنامٍ جِنْية يعني مع كلّ صنام الأصنام اللي يعبدونها جِنية من مرضة الجن لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن يدعون إلا شيطانا مريضا فهو من مردة الجن والله أعلم وهذا الشيذكرني بقصة خالد بن الوليد يوم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم أصنام مكة فهذا من صنم من أصنام مكة فخرجت لجنية طائرة شعرها جنية سوداء وهي ماردة من مردة الجن فيقول ابن تيميا رحمه الله ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم يعني عند الأصنام هذه يصير بعض الأشياء اللي يسمونها ابنورمال أشياء خارقة للطبيعة وهذه اللي تفتم بني آدم وحتى أنا قد سمعت قصص كثير عن ناس يعني جالسين يدعون عند القبور فيقول أشوف القبر ينشق أمامي يخرج هذا الرجل الصالح ويخاطبني في هذه اللحظة فين فتن وفي قصص كثير كده بس مو هذا الموضوع عنه الوحيد في قصة اليوم ما تلاحظون أن السفن منذ الأزل وهي نفس الشكل السفينة قديمة نفس تصميم السفينة حاليا نفس الشكل الخارجي اللهم أن التقنية تختلف في زمان كانوا يستخدمون الأشرع لتوجيه السفينة أما الآن بعض المواطير الخاصة اللي تدفع الماء عشان السفينة تتحرك أما كشكل عام فبتلاحظ أن شكل السفينة زمان زي الشكل السفينة الآن بس الله من الماء الدن اللي مصنوعة منه مختلف وتخلت فيها الأدوات الحديثة يعني فمن وين جه الشكل هذا بالأصل والعجيب أن هذا الشكل اللي نشوفه الحين في السفن هو كان وحي من الله سبحانه وتعالى لنبي من الأنبياء كل المعلومات اللي سمعتها الحين لها دخل في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبيعكم واجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم إذا كان عندك مجسمات في البيت على شكل أرواح وحاطها في غرفتك ولا حاطها في أي مكان في البيت أو صور لأرواح معلقها في غرفتك أو في جميع أنحاء البيت مصيحة مني لك أنك تشيل هذه الصور لأنك قاعد تحرم نفسك من ملائكة الله سبحانه وتعالى اللي يرسلها رحمة لك ففي ملائكة تسمى بملائكة الرحمة الله سبحانه وتعالى يرسلها العبادة والملائكة هذه تجي في مجالس الذكر وعند قراءة القرآن وغيرها من العبادات الصالحة اللي أنت تسويها في البيت إذا كان عندك هذه الصور أو هذه العرائس أو هذه المجسمات حاول تشيلها من غرفتك أو أنك تشيلها من البيت كامل في الشياطين تتلبس المجسمات اللي عليها أشكال أرواح بل حتى الصور المعلقة يعني فشوفوا معي هذا المقطع من السيد المسيح دم طبعا طبيعي دخيل اسمه الساعة الآن ثلاثة ونص صباحا هذا المقطع لشخص من الأشخاص كان معلق صورة ما نبغى نذكر أي فئة من فئات المجتمع ولكن هذه الصورة جالسة تبكي دم يعني إذا كان هو صادق هو فعليا تلبستها مش نوع من الشياطين الصورة اللي أنت قاعد تشوفها على الحين هي متلبسها شيطانا والشيطان هذا قاعد يلعب على مشاعر هذا الشخص عشان يترك عبادة الله ويعبد هذه الصورة وهذا اللي حصل مع مشاركين زبار ففي مقاطع ثانية برضو لأصنام تتحرك ومجسمات زي اللي أنت قاعد تشوفها الحين يعني مجسمات قاعد تتحرك الله أعلم إذا كانوا صادقين ولا هذي كلها انفبركة حتى لو كانت انفبركة هذا الشيء لأيوم في أن الشيطان يدخل فعلية في هذه المجسمات فكثير من أهل العلم قالوا بأن الشياطين تدخل في المجسمات اللي على شكال أرضاح في كل حال الجاهلة هم أحوال كثيرة وإذا كانوا يمكن أن يتلبسوا في الإنسان يمكن أن يتلبسوا في غيره من الجمادات وقد كان الجاهليون يفتنون بصنيع بعض الجن الذين يتكلمون بألسنة آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فاتجه كثير من العلماء ومن أهل العلم والمفتين على تحريم تعليق الصور أو المجسمات هذه في البيت فنصيحتي مني لك شيل هذه الأشياء من بيتك وعيش بسلام يعني خل ملائكة الرحمة تدخل بيتها كل مرة واحدة بس قبل ما نبدأ قصة اليوم حاب أني أنبهكم عن شيء جدا مهم واللي هو قاعد يصير في هذا الوقت حاليا واللي هو يوتيوب كيدز أو اليوتيوب المخصص للأطفال في اليوتيوب عارف أن الأباء والأمهات بيتطمنون على أولادهم إذا كانوا فاتحين يوتيوب الأطفال يوتيوب مخصص للأطفال كل كراتين وكلها يعني أشياء حقت أطفال وهذا سمح لبعض الناس اللي هم أعداء الحقيقة الأسرة وأعداء الأطفال وأعداء الفترة بشكل عام إنهم يمرنون بعض الإحاءات الجنسية للأطفال للأسف بل حتى بعض المقاطع اللي تعلم الشدود يعني يعودوا بي فرسالتي للأباء لا تتطمن أن ولدك ماسك الجوال وحده أبدا ما في أحد في العالم هذا بيخاف على ولدك مثلك أنت وهذولا عندهم أجندات خاصة فيهم يبغون يمررونها لبقية الناس هم يموتون على هذه الشغلة يحبون إفساد المجتمع فسي كده لا بد أنك تحافظ على ولدك هذه أعتقد أنها أبسط وظيفة لك تعطيه الجوال وتروح لا هذا بشكل عام هذه نصيحة عامة أما يوتيوب كيدز ففي كثير من الفيديوهات الجنسية واللي تعلم الشدود بل تعلم حتى الفعل نفسها أعوذ بالله حبيت أنبهكم والله الحقيقة لأنه واجبي أنا كشخص أنزل مقاطع في السوشال ميديا أني أنبهكم على هذه النقطة فانتبهوا الله يحفظنا وإياكم والله يزاكم الخير خذ لك شي تاكل ولا تنسى تتابعني على كل السوشال ميديا أكتب أنا الساكشين وإذن الله العلي العظيم راح أطرع لك ندوم من طول بسم الله نبدأ طبعا زي ما قلنا الحلقة اللي راحت أن ما قبل إدريس عليه السلام كانت البشرية تعيش حياة مليئة بالتوحيد مسألة الشرك والكفر هذه ما كانت موجودة من قبل ولا كانوا الناس حتى يفكرون بهذا الأمر يعني مستحيل تصير يعني كان عكس الفترة بس اللي قادر عليه إبليس إنه ينشر بعض المعاصي والفواحش والمجاهرة بها فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم أول مصلح على وجه الأرض واللي هو إدريس عليه السلام واللي قال إنه أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب وكان مصلح من المصلحين المحاربين للمجاهرة بالمعاصي والمعاصي بشكلها وكان مع إدريس عليه السلام مجموعة من الطلاب اللي درسوا على يده وتعلموا العلم على يده طبعا إدريس عليه السلام زي ما قلنا من قبل كان شخصية هظيمة جدا كان من الشخصيات اللي هادئ صوته واللي تقدر تتقبل كلامه بشكل كبير يعني كان محبوب في المجتمع كان كثير من الناس يحبونه وكان عنده طلاب يحبونه إلى درجة أنهم أخذوا منه أسلوبه ومنها ذول الطلاب هم ود وسواع ويغوذ ويعوق ونصر فبعد ما توفى الله سبحانه وتعالى إدريس في السماء الرابعة استمروا أتباع وطلاب إدريس عليه السلام بالإصلاح والصبر على الدعوة حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى واهتدى على يديهم الكثير وأصبح الكثير يحبونهم ويتبعونهم يحضرون لهم حتى المجالس فكان لهم مجالس مؤينة اليوم عند ود بكرة عند سواع وهكذا فكان في كل سنة وفي كل يوم يزيد حب الناس لهم تخيل معايا أن عمار الناس في ذاك الوقت ستمية سبعمية سنة والله هو أعلم يعني عمارهم طويلة جدا وبكل يوم يزداد حب الناس لهم يعني وصلوا في الحب لهم إلى درجة قوية جدا في يوم جاء اليوم اللي أخذ الله أرواح هذول الخمسة وماتوا الخمسة كلهم دخل الأغلبية في حالة اكتئاب نص البشر صار عندهم اكتئاب حاد جدا فتخيل معايا الحين لو في شخص محبوب بيننا يبلغ من العمر ستين سبعين سنة ويأخذها الله سبحانه وتعالى وما يتجاوزها إذا مر طول مئة سنة قد أيش الناس تدخل في اكتئاب فتخيل هذولاك الخمسة كان عمارهم ستمية سبعمية وكانوا الناس بكل يوم تحبهم أكثر فطبيئلوا الناس كلهم انهاروا ودخلوا في اكتئاب فبعد ما دفنوهم صاروا الناس تزور قبورهم تتونس بهم وتتذكر هذيك الأيام الطيبة اللي كانوا هذول الرجال الصالحين على وجه الأرض فكان كل يوم مئات من الناس يقيفون عند قبور هذول الصالحين حزينين وصارت الناس تتزاحم على قبورهم وصار أي واحد يبغي يتنشط برضو حتى في العبادات يروح عند قبور هذول الصالحين عشان يتذكر العبادة وصلاحهم وكيف كانوا مشتهدين في العبادة والإصلاح ويرجع يتعبد الله سبحانه وتعالى يعني كان أمر كويس يعني في نظرهم في ذاك الوقت كانوا يروحون يتنشطون عندهم يرجعوا وهنا إبليس كان مبسوط جدا ينبسط على الأمور اللي فيها مشاعر وتقلت لكم الشيطان دائما يدخل في التفاصيل ولا شك إن المشاعر تغطي على العقل فالشخص ما يقدر يميز عواقب الأمور فأي شيء مبني على المشاعر ترى الشيطان قد دخل فيه شاف قد إيش هم حزينين وقديش هم يحبونه وهنا جاتها فكرة ما عمره تجرى يفكر مثلها من قبل بدل ما يتزاحمون الناس على كم قبر سووا تماثيل كبيرة وحطها في أماكنهم ومجالسهم اللي كانوا يجلسون فيها والتماثيل الكبيرة هذه يشوفها القريب والبعيد ويتذكرونهم والناس كلها تتنشط للخير وعبادة الله سبحانه وتعالى وش رأيكم لكن زي ما قلت لكم الشيطان عارف شي اللي قاعد يسوي قالوا صح بدل ما نتزاحم على القبور هذه نسوي تماثيل كبيرة ونحطها في مجالسهم أفضل يصير الجميع يتنشطون للعبادة وللخير ويعم الخير في المجتمع كامل فكرة طيبة وبرضو التماثيل رح تخلد أسماء هذول العبادة الصالحة حتى الأجيال اللي بعدنا رح يعرفون منهم فكرة كويسة طيبة وهذا اللي صار فعلا قاموا ونحتوا تماثيل ضخمة جدا نحتوها من الصخور من كبرها يشوفها البعيد أفضل حتى من القريب وفعلا التماثيل كانت في مجالس هذول العبادة الصالحين خمسة تماثيل ضخمة وصاروا بدل ما يروحون لقبور الصالحين يدعون لهم يروحون للتماثيل هذه ويدعون لهم يدعون لهم ويتشجعون برضو للعبادة ركز معايا في يدعون لهم فعم فعليا الخير في الناس وصاروا الناس يتنشطون للعبادة ويدعون لهذول العبادة الصالحين ويتذكرون الخير في كل أوقاتهم لكن الشيطان أبليس بالذات عارش اللي قاعد يسوي وطبعا زي ما قلنا التماثيل بشكل عام الشياطين بإمكانها تتربسها وتدخل بهذه الأصنام وحتى قديما لكل صنم كان لها طاقة بعينة بأن هذا راح يخدمك للحب وهذا يخدمك للقتال وهذا يخدمك بس عليك أنك تذبح لهم أو تتعبد لهم وهم هذول كلهم شياطين طبعا عدت الأيام ومرت الأجيال وماتوا الأجيال اللي بنوا هذول التماثيل الخمسة وجات أجيال كانوا يسمعون أباؤهم يدعون لهذه الأصنام وصاروا يطبقون مثل أباؤهم ما يعرفون إشي السالفة بالضبط يعرفون أنهم عباد صالحين أن الروح ندعي لهذول الصالحين فقط وهذول التماثيل الخمسة تمدنا بالطاقة للإبادة بدأ الشيطان يخش في التفاصيل إبليس بهذا الوقت جهزنا مجموعة من الإناث من جنيات المردة كما قال الله سبحانه وتعالى وأرسلهم لهذه التماثيل الخمسة فتلبستها الشياطين صاروا الناس يشوفون بعض الخوارق عند هذه الأصنام وكلها من الشياطين وهم في الأصل شاكين في أمر هذه الأصنام ما يعرفون إش سالفتها يعني تعتبر عندهم مثل الأهرامات عندنا تماثيل ضخمة كانوا أباءنا يدعون عندها وتصير عند هذه الأصنام بعض الخوارق وبدأ الشيطان يوسوس من هنا والناس تنفتن بخوارق هذه الأصنام وكأن الشيطان الحين عدا نص الطريق خلاص فصاروا الناس يروحون عندها ويتمنون الأماني والشياطين تتسابق بقدر المستطاع أنها تحقق أمانيهم فإذا راحوا للقتال تقاتل معهم الشياطين كما حصل في بدر في معركة بدر يوم خرج إبليس بنفسه يقاتل مع مشركين قريش صارت الشياطين برضو تساعدهم وتحقق لهم وتوفر لهم أمانيهم صار الواحد يتعبد عند الصنم هو جيعان يرجع لبيت يلقى أكل طبعا الشياطين هي تتسابق وتروح تجيب لها الأكل وهو يعتقد بأن هذه الأصنام هي اللي رزقتها فتنة يا رجل أعوذ بالله مع قلة إيمانهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى وجهلهم برضو انتهى أمرهما أصبح الناس شيء في شيء ينفتنون بهذه الأصنام وصاروا يبكون عندها ويشتكون لها ويطلبونها الرزق والمطر وكل الأشياء اللي ممكن تتخيلها بل يعتقدون بأنها الوسيلة الوحيدة لله سبحانه وتعالى وهنا انحرفت البشرية عن توحيد الله لأول مرة منذ خلق آدم كلهم انفتنوا بهذه الأصنام واللي تلبستها الشياطين ومن يوم بدأ الشرك فيهم ظهر الظلم بينهم والفواحش بل الأمراض وكاثر فيهم القتل والقتال وصار الأغنياء فيهم يزيدون غنى والفقراء يزيدون فقر ألمهم أن كانت البشرية مقسمة إلى أغنياء وفقراء زي ما قلنا بس الله سبحانه وتعالى بذاك الوقت بعث لهم نبي واللي هو نبي الله نوح عليه السلام وكان أول نبي رسول حارب الشرك على وجه الارض يعني إدريس عليه السلام حارب المعاصي ونوح عليه السلام حارب الشرك فالله سبحانه وتعالى بعثها وعطاه الرسالة في عمر أربعمية وتمانية سنة وهذا قول ابن عباس وفيه أقوال ثانية برض فيه قال بأنه بعمر 350 سنة وفيه قول ثاني بعمر 50 سنة الله سبحانه وتعالى أدره وأعلم لكن نوح عليه السلام بدأ بدعوة قومه مجرد ما بعدها الله بدأ بدعوة قومه عن أنهم يبعدون عن هذه الشركيات وعن عبادة الأصنام وإن هذه الأصنام إنما هي شياطين واستخدم نوح عليه السلام كل وسائل الدعوة وكان يدعوهم بالجهر وبالسر وبالترغيب والتريب كل الطرق اللي ممكن تتخيلها على أمل أنهم يتركون هذه الشركيات ويرجعون لتوحيد الله سبحانه وتعالى وهم برضو ما قصروا آذوه بالجهر وبالسر وبالعلانية وبكل وقت فآذوه بالترغيب والترهيب آذوه بكل الطرق ما خلوا طريقة في إيذاء وتوعدوا بأنهم والله ليرجمونا أنت ما تشوف الأصنام هادقة نشوف عندها معجزات من الله وانت جي تقول لنا نتركها وفوق ذا كله كنا نشوف أباءنا يدعون عندها يعني أباءنا كانوا في ضلال والله يا نوح لما تتركنا في حالنا لنرجمك ونطلعك من المكان اللي أنت فيه نرميك في نص الصحر والله أنك أنت في ضلال مبين فرد عليهم نوح عليه السلام فقال لهم يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلموا أنا أعرف شيء ما تعرفون قالوا يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي يعني هم اللي آمنوا فيك بسرعة بعد ما فكروا في الموضوع وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين يعني يا نوح تراك أنت بشر مثلنا أنت قاعد تقول أنك رسول كيف رسول أنت بشر مثلي مثلك حنا نعرف أن الرسول يكون ملك ولا شيء عجيب ولا عنده شيء خارج وفوق ذا كل ما اتبعك إلا أرادلنا الناس اللي يضعوف وبعد ما فكروا في الموضوع يعني اتبعوك بسرعة يبغون أحد يتبعونه ما عندهم شيء يخسرونه وفوق ذا كل ما لك فضل علينا أصلا أنت على أي أساس تجي تتفضل علينا وتقول الكلام ماذا لكن الضعفاء هم أتباع الرسول لأن ما في شيء يمسكهم على الحق وإذا بالهم الحق ما في شيء في الدنيا يمسكهم ويمنعهم عن اتباع الحق فالضعفاء والفقراء هم أتباع الأنبياء ومرة السنين وكانت أعمار البشر بذاك الوقت الطويل يعني البشر يعيش 300-400 سنة شيء بسيط وبدأ نوع عليه السلام يخوفهم بالعذاب من الله سبحانه وتعالى لما آمن أن الله سبحانه وتعالى متوعدهم بعذاب شديد فقال لهم يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندك فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون يعني أنا جيتكم بالرحمة من الله سبحانه وتعالى في أحد يكره الرحمة وهل الرحمة أصلا تنجبر على الشخص يعني أنا برحمك خصما عنك ما أحد بيكرهك بالرحمة وبدأ نوع عليه السلام يخوفهم بعذاب من الله سبحانه وتعالى وحدوا وأبعدوا عن هذه الطواغيت اللي يعبدونها فما آمن مع نوح إلا قليل جدا فصاروا أشراف القوم في ذاك الوقت كلما ولد مولود جديد يعلمونا على عداوة نوح وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى عناده ويعلمونا على حرب نوح وعلى التوحيد الله سبحانه وتعالى انتبهتكم وحد فصار كل جيل يجي أشر من اللي قبلها كلهم متمسكين على الشر وعلى الشرك وعلى الكفر بالله وعداوة نوح عليه السلام إليم بيوم تجمع مشركين قومه راحوا عند الوحي يبغون يصفون الحسابات مع نوح خلاص فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين أنت قعد تقول إن إذا ما آمنا الله راح يعاقبنا أعوذ بالله من الشيطان فقال لهم إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى قادر على عذابكم وقادر على حدايتكم لا تتحدون الله الله عندما يشاء يهلككم يهلككم ولن تعجزون الله سبحانه وتعالى أبدا تعالى الله ونصحي هذا إنما هو سبب من الأسباب فلا تستعجلوا العذاب إذا الله أراد أنكم تكونوا من الضالين فما بهديكم أحد أبدا فالله سبحانه وتعالى هو اللي يهدي وإذا أراد الله سبحانه وتعالى يعذبكم فما في أحد راح ينجيكم أبدا زلزال واحد يستمر دقيقتين فقط سوى نفس أضرار حروب استمرت سنين شوف قوة الله سبحانه وتعالى دقيقتين فقط سبب دمار حق سنين كاملة من الحروب تدمرت بلادها الله أكبر الله يكون معهم يرفع عنهم البلاء ويعافينا مما أصابهم ولكن هذا الشيء لا بد أنك تتفكر فيه فمرت السنين وقومة لا زالوا على الضلالة ولا في أحد منهم آمن أبدا وكثرت الأذية حتى على نوع عليه السلام فاستمر يدعوهم سنين طويلة يعني بمئات السنين حتى أن نوع عليه السلام من قهر خلاص وصل لحاله يا أخي سنين تخيل أنت لو تنصح واحد خمسة عشر يوم وربعه تقرف الأخير تخيل إنها سنين مئات السنين وأن تدعو قومك فصار نوع عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر عليه وما معه إلا فئة قليلة جدا طول هذه السنين يدعوهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولا آمن إلا هذون الفئة فأوحى الله لنوع عليه السلام بخبر وكأنه يعزيه في قومه يقول الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى نوع أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون ما رح يؤمن من قومك إلا هذول اللي آمنوا فقط يا الله هذا الخبر اللي خلى نوع عليه السلام يعتزل قومه وما صار يدعوهم بل القوم حتى هم ما بدوا يفتقدون نوع ويلاحظون أن نوع موجود وين راح نوع ما لحس مختفي ونوع عليه السلام اعتزلهم تماما حلاص وصل هذا الخبر أن ما في أحد رح يهددي ولن أحد يسمع لك أبدا فليش تروح تدعوهم يعني فقاموا القوم يدورون لنوع عليه السلام في كل مكان فلاقيوا في مكان نائي يصنع شي ضخم جدا من الخشب فقال لهم بأن الله سبحانه وتعالى علمني كيف أصنع الفلك اللي هي السفن قالوا سفن إيش السفن هذه ما كانوا يعرفون شي السفن فعلمهم بأن الله سبحانه وتعالى سيغرق الأرض وأن هذه السفينة هي الوحيدة اللي ستنجوها فقال الله سبحانه وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم غرقونا فالله سبحانه وتعالى علم نوع عليه السلام كيف يصنع السفينة فالسفينة اللي قاعد نشوفها في زمننا هذا أساسات صنعها كانت وحي من الله سبحانه وتعالى على نوع فكلما مر أحد على نوع جلس يصخر منها كيف تصنع شي يطفو في الماء وأنتع في البر يعني جالس على اليابسة إيش اللي قاعد تسويه هنا وقاعد تعدنا بوعد أن الأرض كاملة ستغرق يا رجل يعني حدثني بما يعقل عودي بالله من الكفر فبدوا يصخرون فيه فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخرون ومرت الأيام وجلس نوح عليه السلام يبني هذه السفينة بوحي من الله وبتصميم معين الله سبحانه وتعالى أوحاه له الله يعلم كيف يبني السفينة هذه واللي راح نذكر تصميم هذه السفينة العجيب في الحلقة الجاية بإذن الله من هذه السلسلة اللي هي سلسلة البداية والنهاية اللين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى أن القصة نارت على إعجابك وفي نفس الوقت أن أعجبكم اللوكل الجديد إذا وصلت لين هنا صلعنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى تروح التابع باقي السلاسل على هذا القناة في ثلاثة سلاسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة